تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سيرفي سبورت اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد حلقة اليوم بعد فوز الإنتر الساحق على ميلان الفوز اللي جاء بشكل صريح وواضح هنحكي بتفاصيله كثير بعد ما تشتركوا على قناة سيرفي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى لما تهزم ميلان بهذه النتيجة وبهذا الفارق من الأداء وقبلها تكون ساحق يوبينتوس في بطولة الدوري بالأداء وهازمه بلتش تتنين مقابل لشيء لما يكون عندك بدل الهداف اتنين ولما يكون عندك مدرب معروف في بطولة الدوري إنه لما يتصدر صعب كثير تاخد منه الصدارة ولما تشوف فريقك بركز في بطولة واحدة من حقك كأنترا وي تقول جاء الوقت وحان الوقت يتوقف هيمنت اليوفي على اللقب اليوم نقدر نحكي إنه الفوز بالأساس كان من كونتي على بيولي في البداية ثم من لعيبة الإنتر على لعيبة الميلان الفوز اللي جاء بخطة معروفة للأتنين 4-2-3-1 ميلانية مقابل 3-5-2 انتراوية للأتنين ما حد فيه أفكار تاكتيكية مخفية عندهم معروفة لأنه صرنا بنتكلم عن مباراة في الجولة 23 بالدوري الإيطالي خلينا نقول في البداية المدربين واحد دخل عارف الاستراتيجي اللي بده يلعب فيها الاسلوب اللي بده يلعب فيه ما عنده أي شك وبده يطبق أفكاره مهما كان الثمن ويتحمل المسؤولية وآخر كان شوي متردد ميلان دخل بنواية مش واضحة انتر دخل بنية واضحة جدا السلاح نفسه اللي هزمت فيه اليوذي في الدوري هزم فيه ميلان حركية رهيبة كمية احتكاكات مدنية عالية جدا لعبة ميلان ما كانوا معنيين إيجاروها من حيث السرعة ومن حيث الاحتكاك فصار فيه فارق كبير ملموس في أرض الملعب واللي خلانا نشعر أنه الانتر كثير فارق توقيت الهدف الأول اللي بذكرنا بتوقيت هدف ميلان الأول فارق كبير لما تتقدم في مباراة تدخل بفكرة وتسجل هدف اللاعبة كلهم حيأمنوا بأفكارك وحنحسهم جميعا حفظين المباراة عن قيب زي لعبة الانتر وحنحس الآخرين مترددين متشككين زي لعبة ميلان وهذا الشي نفسه اللي صار في القائد ذهاب لكن معكوس كونتي عمل استراتيجي خطيرة جدا ميلان ما كان عم بواكبها مثلثين واحد على يمين واحد على يسار خطيرات للغاية عم نشوف حاكيمي بيركبت إما مع لوكاكو أو مع بروزوفيتش والأقرب إلو باريلا كمثلث وبعملوا 3 على 2 نتيجة إنه دائما جنح ميلان ريبتش عم بتأخر في العودة وبالتالي دائما في مساحة عم تفتح على الأجناب ومن هناك كانت مصادر الخطورة إما بعرضية مربكة أو تزديدة أو يعطي الكرة للوكاكو داخل منطقة الجزاء إرهاق كبير صاب ميلان نفس الشي هذا السيناريو كان عم بصير على اليسار مع إيركسن وبروزوفيتش وبيرزيتش أو لو تاروا إيركسن وبيرزيتش وهذا دائما فيه تفوق كبير فيه دائما مساحة بتحسها كبيرة نتيجة إنه ميلان مش عم بيلعب بنفس الرتم مش عم بيلعب بنفس التضحية والإنتر مصمم على نفس اللعبة ومع انشغال محاور ميلان ما بين أغطي على أطراف ويا ويلنا من لوكاكل لورانا صار فيه تفوق نفسي ملموس فيه خطر محدق دائما في مرمى ميلان في البدايات وهذا التفوق النفسي أدى إلى ارتباك في لعب ميلان ملموس جدا وأدى إلى ثقة مطلقة في لعبة الإنتر من حارسهم لمهاجمهم ومن أول السنة بلشت تطلع تحذيرات من الإعلام من هون لهون إنه فيه مبالغة بالاعتماد عزلتان في أرض الملعب لما يلعب وهون كانت هاي بهم سهلة للإنتر اللي عنده ثلاث قلوب دفاعه اليوم كانوا موجودين بعكس لقاء الذهاب لما غابوا لعبيه وبالتالي كان سهل إحنا عارفين وين الكرة رايحة بمنطقة الجزاء ما في داعي لا تخترع ولا تفكر ولا تعتعب راسك الكرة رايحة نزلتان نضغط على المنطقة اللي فيها زلتان زلتان حاول يروح يمين يروح يسار حاول يرتكزوا عليه حاب يفوزوه بالكرة الأولى بس مش حاب يخلوه يستفيد شيء أبدا من الكرة الثانية إنه صاروا فهمين وصارت خطة واضحة ولما تكون داخل بفكرة واحدة هجوميا أمام فريق بده يجيب لقب وإنت داخل تجيب لقب فالسلام عليكم وتخسر خليني أحكي اليوم كان في معركة مساحات غير عادلة ما بين لوكاكو لوتارو من جهة وزلتان وربتش ومين ما كان في خط الهجوم بالطرف الآخر من جهة ثانية لأنه كونتي إذا بتذكروا بيورو 2016 دائما سلاحه معروف ومع اليوفي دائما سلاحه معروف لازم كل لاعب عم بضحي 11 لاعب في الإنتر لوكاكو ركض كثير لوتارو ركض كثير هذو المهاجمين قرنوا بكمية الحركة اللي عبلوها مهاجمين ميلان فرق هذه الحركية الإصرار على الرتم السريع ودائما عم بعملوا ودائما عم بصير كأنه لعبك اللي بتحرك 10 كيلو متر خصمك بتحرك مقابل النفرة 8 كيلو متر لما توزع الكيلو مترات عادة على لعبين كأنه عندك لعبين زيادة في أرض الملعب وهون كنا نشوف كثير مساحات في ميلان بحين ما شكناش نشوف هاي المساحات بالإنتر وعشانك سميتها معركة مساحات غير عادلة في اللقاء اليوم لكن عادلة جدا لأنه اللي خلقها اسلوبك اللي خلقها استعدادك للعب وفهم لعبتك تمركزهم مع بعض فهم لعبتك أفكار المدرب وهون كان الانتصار اليوم اللي شاف اللقاء أنا كمشجعان اليوفي بتحس إنه هذا اللي صار في اليوفي مع الإنتر لعبت اليوفي فيه اتنين مش عم بتعبه زي ما فيه الكفاية في أرض الملعب فيه بعض التمركزات الخاطئة من بعض اللاعبين فحكيني عم ياخد مساحته إنه شو اللي بصير بعدين شوي شوي المبارة عم تخلص لأنه لوكاكو بدنيا إذا واجهك واحد لواحد مستحيل تاخد منه الكرة بدنيا مش مهاريا وإذا دائما أنت سمحت له يركض ويشوف مساحة يشوت حيسجل ونفس السيناريو اتنين ووراهم واحد ثالث لو تارو لوكاكو عم يدخلوا وعم يشغلوا الدنيا وممكن تيجي الضربة من مكان آخر تماما نفس السيناريو تكرر لعبة المساحات انتصر فيها كونتي وهذا اللي انتصر فيه بتشلسي لما جاء بالدوري وهذا اللي انتصر فيه اليوم ويأخذ لكونتي كثير أمور صراحة واحدة منها استعادة إيريكسن يعني إيريكسن قدم مباراة تكتيكية ممتازة اليوم دفاعيا اليوم عجبني يعني أول ما عمله شفته بضحي بهذا القدر وعم بلعب عم برجع ولما تكون مع الكرة دائما فاهم لمين لازم يمرر وكيف لازم يتمركز دائما موجود كمستلم ومسلم فرق كبير يعني كنت دائما أنا كنت دائما أحكي مع اليوب اني بحب فيه شغله آمن بتجيكاريني لدرجة انه خلاني أحس انه ندفد ببعض المباريات والرجل كان يعطيك الإيمان هو اللي صمم على لوكاكو هو الرجل اللي آمن بكل الموجودين الآن وهذا اللي صنع هذا الفريق بغض النظرة عن اللي صار معاه في أوروبا لكن انت بالأخير دائما مطالب بمراحل لتحويل مشروعك وكنت عم يقطع المراحل بشكل سريع للغير خليني أحكي بصراحة مباراة اليوم كانت أقرب لمباراة الحقيقة بالنسبة لميلان ولما أتكلم مباراة حقيقة بالنسبة لميلان انه اللي كان يصير في البداية والصدارة وكان كثير أعلى من طاقة ميلان وقدرات ميلان يعني في ميلان الأساسي في خمس أو ست لعبين بلعبوش أساسي ممكن ملعبوش تقائب كفاية باليوبا والإنتر ففيه فرق آه كان فيه نتائج كان فيه شيء ممتعل لكن كان واضح أنه في أي لحظة هذا الفريق ممكن ينزل وكن دائما أخشى عليه من لحظة فقدان الصدارة ولما فقد الصدارة أنا كنت لسه بلشت يعني حتى أنا أتمنى أنه يضلوا مسيطر هذا لأنه يتأهل الأبطال أولوية بالنسبة له بدون أي كوارث أكبر من ذلك لكن يعني لما تشوف الأخطاء رومانيولي في المباراة الأخيرة بتعرف لا هذا فريق صعب يجي بالدوري ولو جاء بالدوري بهذه الجودة مع الاحترام الكبير لتاريخ ميلاني الرهيب اللي لا نقاش فيه كانت حتشبه معجزت لستر في الدوري يعني صراحة بخصوص صراع اللقب خبرة لعبيه الانتر كلعبيه كرة قدم كبيرة معظمهم كنت في الدوريات لا نقاش فيه لما يمسك الصدارة ما بفلتها لو من الأسبوع الثاني مدرب بحب يلعب كثير صراع الدوري دكت الانتر ممتازة جودة الانتر ممتازة راحت الانتر وتركيزه ببطولة وحدة شيء كبير جدا مصادر تعذيفك عديدة جدا فبالنهاية انت لازم تتوقع انه هيك فريق والله بيقدر يروح بعيد وبقدر يجيب اللقب يعني فصراحة في صراع اللقب في الترتيب المنطقي اللي انا شايفه خلينا شوف شو نهاية الصراع هذا لانه يعني ميلان لازم يضل هادئ الانتر لو قسر الدوري في عليه قلق معني انا استبعد خسارته للدوري صراحة بنوصل الناعة حلقة سيلفيسبورد كنت معكم انا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر استغرام وضروري جدا لتابعوني الان على قناة سيلفيسبورد في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله